بسم الله الرحمن الرحيم شباب وصدايا باستمرار بسلسلة مراجعة طرائق أو طرق التكامل وصلنا لهذه الحلقة إن شاء الله تعالى لساتني في حقل الأولاني هسا راح أفتح الحقل الثاني للأزاء كأني خرائص في حقل كامل وبطلع كل خفايا وبعرض لك إياها الآن في حقل التعويض لسا بقول لك كمان بي جهز التكامل قبل الفرض وصلت شو يعني جهز التكامل في أحيان التكامل بده تكشير هيك تجشر وتبينه هيك تتبع عن القشرة عشان تبين معك شكله منها بقول لي إذا كان هناك مطلق لازم تعيد التعريف طبعا يعني مثلا يقول لي تكامل مطلق X ناقص واحد في كوسين الزاوية مثلا X ناقص واحد كلها تربية بس بكون معطيني هنا مثلا من واحد مثلا إلى اثنين هون لازم عيد تعريف المطلق مثلا بحكي أنا حلو عيد تعريف المطلق إن كان هناك مطلق واحد اثنين المتطابقات قبل البدء بس أنا أحيانا بحتاج مطابقات طبعا إخوانا إذا الزاوية مش متناسقة شو بدك تسوي يعني الزاوية مختلفة طلع اثنين X و X ما بيزبط بدي ألعب بالمتطابقة عشان تصير تكامل الثنين ساين X كوسين X مش هيك مطابقتها صح طيب بعد ذلك أضرب الكوسين تكعي بصير أربعة تتحول إلى فردي وزوجي إذا الزاوية مش متناسقة أضرب أو عمل مطابقة حتى فيه سؤال كان جدا راقي تتذكر حلينا أنا وياك أنا متذكره اللي هو يوم من الأيام جبلنا تكامل ساين ثلاثة X على ساين X ولأنهم قسمة ما عارفنا نسوي إلا نلعب بالزاوية ساين اثنين X زائد X على ساين X DX وهي فكناها أنا وياك فكان السبيل لها ساين الأول في كوساين الثاني زائد كوساين الأول في ساين الثاني على ساين X DX وزع ونحلل طيب إذن أيضا ابدأ بالمطابقات حلو هون صح في الجهيز نعم أوكي إذن كمان مطابقات رقم وكمان من المطابقات اللي أنا محتاجة تتذكر فردي وزوجي لما كان هذا فردي فردي حيث إن فردي لما أجا كان يحكي لي تكامل ساين تكعيب X DX شو سوينا ساين X في ساين تربيع اللي هي واحد ناقص كوساين تربيع X DX افرض يو كوساين مشتقته نعم إذن بلجت في المطابقات قبل أي فرض كذلك التان قوة ثلاثة والتان قوة أربعة وكذلك الكوتان قوة ثلاثة والكوتان أو سيكن قوة أربعة اذكر كله كله حيحلي لك يا التان قوة أربعة كتبتها تان في تان تربيع وبعدين تان تربيع سيكن تربيع نقص واحد وبعدين فرضنا إذن كل هذه الحالات لازم أبدأ قبل ما أفرض بدي شوية مطابقات طيب كمل بدي أصنع تصنيع تجانس إخواننا ساين حبيبه الكوساين والسيكن مع التان والكوسيكن مع الكوتان بس إذا جبدي الصين مع السيكن بس بلعب أحد اللعبتين يا إنه بكامله هيك بخلي على ما هو عليه بخلي صين قوة أربعة اكس على كوساين خمسة اكس دي اكس بخلي صين وكوساين أو بحول صين قوة أربعة على كوساين قوة أربعة هاي عبارة عن تان قوة أربعة مش هاي عبارة عن كوساين هاي 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 عبارة عن كوساين قوة أربعة في كوساين اكس هاي عبارة عن تان قوة أربعة في الواحد على كوساين سيكن وبكامل إن كان هناك يعني يصير وصل أغلب أنا وياك عشان نخلص من البصل المقام هنحوله إلى سيكن وتان تمام إذن ما في تجانس هنلعب بالمسألة عشان نحول هناك تجانس بدي الصين مع الكوسين بدي السيكن مع التان بدي الكوسيكن مع الكوتان طيب فيه كمان رابعا أنا عند البصل جنسين مختلفين أو عبارة عن شكلين مختلفين أو بينهم جمع طرح هلأ مش تقتل المقام مش البسط على السريع والزع تكامل زاد أو ناقص حط اللي صين اكس على كوسين تكعيب الاكس كوسين الاكس على كوسين تكعيب الاكس تي اكس هاي مع هاي تربيع هاي ارفعها السيكن وهاي ارفعها بصير معاي الصين على كوسين تان وهاي السيكن تربيع الاكس زاد أو ناقص هاي عبارة عن سيكن تربيع الاكس دي اكس وما كامل صح وخامسة لإخواننا العامل المشترك منهجنا كولنز كثير ركز على العامل المشترك ويابع لنا اسألة حلناها على العامل المشترك ولولاها ما عارسنا حل المسألة منها هذا السؤال تتذكر انك تفرض ما فيه انا بدي حاصل ضرب اقترانين رحنا انا وياك طلعنا الاكس تكعيب عامل المشترك اكس تربيع ناقص واحد دي اكس تساوي تكامل وزع الجدر الثالث على الاول بسر اكس وزع الجدر الثالث بسر اكس تربيع ناقص واحد دي اكس يا بتفرض جوه الجدر يا كل الجدر صح هذا هذا سؤال بالكتاب حلناه بالعامل المشترك صح نعم هذا حلناه بالعامل المشترك وحلناه نفرض الاي وحلناه انه نجمع ونطرح اي اكس كله صح هذا يومياه حلناه اهم حاله طلعنا اي اكس عامل مشترك صارت واحد زائد اي قوة سالب اكس واحد دي اكس هاي رفعت على البس صح هذا طلعنا اكس قوة اربعة عامل مشترك شو ضل واحد زائد اكس قوة سالب اثنين وهاي اكس رفعنا هاي مع هاي رفعنا قوة سالب ثلاث صارت مشتقتم وجودة كل هاي مهارات عامل مشترك اذا انت يا اخوي لما تشوف سؤال في بسط ومقام برضو واحد من المهارات العام مشترك او جذر مش راضي نحل معاك طلع عامل مشترك فيه العامل مشترك ومساعد جدا السلاح يعني قوي دايما بجيبتك كل هاي طرائق قبل التكامل في حال هاي 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 ملعوب كثير ويا ما كرلت وزارة في حال وجود اي قوة اي اي قوة لن ما تفرض او لن اي ضرب ما تفرض حاول تبسط قبل ان تفرض شو ما سوي افصل المسألة عن طريق الخصاص يجي يقول لي اي لن اكس زائد اكس اه تكعيب بقول له هذا عبارة عن اي لن ال اكس مثلا في اي اكس تكعيب هاي مع هاي بتروح بصر معاي اكس اي اكس خليها تربيح بدا تكعيب هاي تربيح هاي تربيح اه بنحل هيك ولا لا ساعتها بفرض هاي يو ومشتقة ال اكس تربيح اكس اي قوة لن اي قوة اي مرة بالالفين واتوقع برضو ستة جابلنا اي قوة اي اكس زائد اكس ما بتكامل عالسريع وزع اي قوة اي اكس ضرب اي قوة اكس افرض يو نساوي اي اكس اذا اي قوة اي اي قوة لن لن جواته اي دايما افصل افصل شوف في عندك هنا في عندك خصائص ولا لا ثم خصائص لن يا ما يا ما جبنا اسئلة للطلاب قلنا لكم يا ما جبنا اسئلة اخوانا بدها تبسيط قبل الفرض ولا لا زي هاي او استاذ جدر خامس اوه جدر خامس شو اسوي طلع شو بسوي هذا يساوي تكامل لن اكس زائد واحد قوة خمس اكس زائد واحد دي اكس من خصائص اللن بنزلها بس صير تساوي خمس تكامل لن الاكس زائد واحد على اكس زائد واحد دي اكس وافرض لللن جميل حلو اذا انا عندي قبل الفرض يعني حاول شوف فيه مطابقات الزاوية مش متجانسة شوف عامل المشترك شوف اذا فيه خصائص لللن والاي والايق 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 والان اول شي حنحكي حنحكي مين اولوية اختيار اليو والدي بي حاطة العيوان مين نختار اليو دي بي حنحكي دائما دائما حنختار هاي المرتبة الاولى دائما اليو تساوي اللن والدي بي ما تبقى بوجود اللن بوجود اللن هو اليو دائما رقم اثنين بعدم وجود لن باجي للمرتبة الثانية باخد دائما اليو هو عبارة عن كثير الحدود اكس و اكس تربيع و اكس تربيع زائد واحد والدي في ادي في ما تبقى طيب رقم ثلاث رقم ثلاث بعدم وجود ولا لن ولا كثير حدود هنا اخواننا ببدأ بالعكس هايو دي بي ببدأ باخد الاسهل تكامل واليو ما تبقى ما تبقى اوضح حالة عليه هذا اما عندك الازاء الدوري ما في للن ولا كثير حدود استاذ انا اخدت اليو ايه سهلة عادية لا اخدت الصين سهلة عادية هون انت حر هون ما في تخيل والاقوى من ذلك السؤال السؤال اللي حكيت قبل عشوية عنه هذا عبارة عن اكس اي اكس على اكس زاد واحد تربيع اي اكس هذا الزاء شئتها مع بيت الزاء لانه هذا خطي مضروب بكثير حدود بس حبايبي اليو هاخد كل البسط اكس اي اكس والدي في بعد رفع المقام اكس زاد واحد قوة سالبة اثنين دي اكس ثم بكملها هاي الحالة الوحيد اصد ليه حاور جيكيا لانه عند الاشتقاء هيصير عندي هذا العبارة عن الاول مشتقة الثاني زاد الثاني مشتقة الاول طلع الاي اكس على المشترك بسر اكس زاد واحد هذا لما كامل حيروح ال اكس زاد واحد حلوة هاي فبصير الاولوية دائما للن لن هو ملك القعدة ما في لن باخذ كثير الحدود ما في الاسهل عليك في التكامل خذ الاسهل عليك في التكامل واليو ما تبقى من الحركة كل هذه طيب هاي بي ايه بي القانون القانون حفظينه اللي بختاره يو دائما بشتقه واللي بختاره دي في دائما بكامله هذا حكينا دائما نشتق وهذا دائما نكامل بس بدون خلي زاد سي للاخر بدون زاد سي ثم حكينا بنضرب يو طر في ناقص هاي بها بسر يو في هذا تم المكاملة خلاص ما تحكي عن تكامل تم مكاملته ناقص تكامل البي فيديو فيديو وحيطلها معاك بعد ذلك هذا الجزء سهل تكامله طيب كمان فرع سي في عندي اشي يسمه الأجزاء الجداول استحدثون عنها بالكولينز أيام المنهج الأردني ما كنا نعطيها للطلوب ما كانت معتمدة الزاء الجداول بس تخدموا لما يكون عندي كاتب لي كتابنا كثير الحدود أرجوك أنا بظل نكتبها وانت حافظها شوية الايكس والاكس تربيع والاكس تربيع زائد اكس تربيع هذا اسمه كثير حدود ضرب ما يلي ضرب حالات ضئيلة ضرب الاي خطي ضرب الصين والكوسان التاني والكوتان لا لا بس صين الكوسان والزوايا ما لها خطية ومقدر أضيف عليك كمان ضرب قوس خطي مع أنه كتابنا بس حطه ذلك ثلاث قوس ان وكذلك اي قوس خطي شو بحكي الجداول بحكي الجداول مثلا تكامل اكس التكعيم صين الاكس دي اكس أنا حاقتار اليو لن تشي لن المرتبة الثانية كثير حد اوك هايو اللي بختار اليو مش هذا اليو اللي بختار اليو إذا كان إلو قصة اثنين أزا مرتين إذا قصة تلأ إذن اللي بحدد عدد الأزا قصة اليو مش أي قصة بس قصة اليو إذا قصة واحد أزا مرة واحدة إذا قصة اثنين أزا مرتين وإذا قصة تلات أزا تلات مرة هذا أزا تلات مرة لا والله بعمل جدول يو دي بي اكس التكعيب تلات اكس التربيع ستة اكس ما رح تكفي خلنا نعيده هون يو دي بي اكس التكعيب بظلني أشتقه إلى أن أصل إلى الصفر لما وصل للصفر ثلاثة اكس التربيع ستة اكس ستة صفر هاي عبارة عن ساين اكس تكامله سالب كوساين الاكس تكامله سالب ساين الاكس تكامله هذا كله بشتق هذا كله بكامل على قده سالب صرزائد كوساين اكس سالب ساين اكس بمسك الأول مع الثاني وهكذا والإشارة موجب سالب موجب سالب بضرب سالب اكس تكعيب كوساين الاكس زائد ثلاثة اكس التربيع ساين الاكس زائد ستة اكس كوساين الاكس زائد سالب سالب زائد ستة ساين الاكس زائد سين هذا اسمه أزاء جداول وريحني رايحني أرعي أعمل لأزاء ترت مرة شو مش تخلصش طيب بعد ذلك في عندي مهارات ما قبل الأزاء نفس اللي حق خدناه قلبه شوي إذا كان البص جمع وطرح جنسين مختلفين على السريع نفس أول مرة جيب لي عليها سؤال 2014 سنة 2014 لم يقول لي تكامل X زائد ساين X على واحد زائد كوساين X هذا سؤال أنا ما بنسى 2014 حكينا للطلاب ابدأ بالتأكد من مين ابدأ بالتأكد من اللي مستحيل لني أستاذ مش تخط الواحد لا مستحيل لني ثم خلاص حفص حيصير معاي تكامل X على واحد زائد كوساين X DX زائد يعني صراحة اللي جاء بهذا السؤال فنان بدأ ما يحتاب بسؤالين حط سؤالين بسؤال واحد زائد ساين X واحد زائد كوسان X DX هذا تم هذا لني وسهل بطبعا أنا مش تخطو سهل بني أما هذا صار أجزاء هذا صار أجزاء لأنه كتير حدود معا بس الأجزاء بدي يطلع لفوق بسيطة أنا أكيد أنا وياك مش الناسيين متطابقة استنتاجية أنا وياك سوناها واحد زائد كوساين أي زاوية بدل ما أضرب مرافق بحكي اثنين احفظها بالله كوساين تربيع الزاوية على اثنين ما يحصل ما أضرب مرافق هيا بصير عندي X اثنين كوساين تربيع الزاوية على اثنين ارفع على فوق نص تكامل X هاي بصير سيكنت تربيع نص الـ X دي X الله يعطيك العافية هاي شو صارت الزاوية صريحة الـ U لن ما في لن الـ U معناته الـ X تمام تمام هذا كله يعته مهارات قبل ما أبدأ مطابقة يعيده زيد نفس الكلام يجي بحكي لي تكامل X ساين X زائد كوساين X كله تربيع أصينا الزا بس ليش ما أبسطها قبل ما أبدأ هذا عبارة عن تكامل X حطينا أنا وياك ساين زائد كوساين كله تربيع واحد زائد ساين اثنين X بصنا من وين هاي لا يعني خلينا أروا على اللي بيسأل ماشي هاي حكينا لما منفكها منفكها مربع الأول اثنين الأول بالثاني زائد مربع الثاني ساين تربيع كوساين تربيع واحد وهاي ساين اثنين X صارتك أزاق صريحة هاي اليوم وهاي بي في حكيت لك أنا الآن بدي أسرد كل شيء بعد شالك بفرض الأسئلة بفرضها ومصير أنك نتناقش فيها على ذاكرتنا بكل هاي المصع والمصع هاي في عندي خصائص اللون ما رح أنسها أنا وياك أبدا لذلك صبح حكي عنها كثير خصائص اللون والإي إذا بلش عندي خصائص اللون والإي زي ما حكينا قبل شوية إي قوة إي أكس زائد إكس تكعيد إي أكس طيب هذا بحكي يساوي تكامل إي إي أكس تي إي إكس تكعيد أفرض الي باجي بأفرض الي تساوي إي أكس وبكمل طبعا رح يطلع ما يأزاء مرتين جداول أو إي لن أو لن الإي أو كله كله هذا خصائص اللن والإي واللن إخواننا إذا إلى أص نزل ي كافي لهون أتوقع طيب هذا التوضيح لقبل شوية كافي لهون أخواننا هذول جزئين المرة جاء لسه ضيل عندي كمان لسه حق للأجزاء ضل عليه شوية وأدخل على آخر حق اللي هو حق للكسور رسئية ما عليه كبير حكي وبعد ذلك بدي أنا بكون استنظفة كل شي ما خلي شي بعد ذلك بدي زي ما حكينا نحط لنا مجموعة أسئلة وزارية ومجموعة أسئلة المهارات والتحدي الكتاب نكون هنا بهذه السلسلة راجعنا كل شي برجع بحكي هذا مفيد جدا للطالب اللي دارس بس شوية وخربط لجمعه كامل جوا هاي السلسلة ان شاء الله وتعالى يلا إلى جزء رقم ثلاث الله أعطي العحيم